أولاً الرسالة اللي بوجهها لكل مواطن مستفيد من الخدمة إن الدولة والسيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية بتعتبر أن الصحة أولوية أولى وأن دي لحظة فارقة في تاريخ الصحة في مصر أن تكون الصحة على قمة أولويات القيادة السياسية الالتزام كامل من كل الحكومة ومن كل أجهزة الحكومة وكل قطاعات الحكومة لتحقيق الهدف الكبير جداً جداً وهو التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في مصر هذا الهدف لكي يتحقق وهو يتحقق فعلاً الآن بيتحقق بطريقة تدريجية وبيتحقق بخطوات ثابتة صحيح إن في حاجات كثيرة بتاخد وقت لأنه بتعمل فيها أمور حقيقية في التعديل وفي التغيير وفي التصحيح وفي التدريب وفي التعليم وفي توفير الإمكانيات ولكن الشيء المطمئن واللي بنطمئن به المواطن إن كل خطوة بتتاخد في هذا الطريق بتتاخد بالطريقة الصحيحة وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية التي أنشأت لهذا الغرض لا تتهاون ولا تتنازل على إن إحنا نطبق كل هذه المعايير بكل دقة مع كل منشأة وكل مقدم خدمة لكي نضمن أن تصل هذه الخدمة للمواطن كخدمة صحية فعالة آمنة عالية الكفاءة تلقى رضا المستفيد من الخدمة الرسالة الثانية للمواطن أنت شريك في هذه المسؤولية هذا التأمين الصحي الشامل هو لك ولأسرتك ولأبنائك وللحاضر وللمستقبل فلابد أن نحافظ عليه وعلى موارده حتى يستمر المحافظة على الموارد ليس لابد أن نحن نعرف أن المرض ليس هو الصحة لكن لابد أن نحافظ على صحتنا المتابعة المستمرة عدم الانتظار مدة طويلة حتى يتمكن مننا المرض كل ما يقدرنا نشخص بدري ونعالج بدري أفضل بكثير ما يتقدم المرض ويتمكن مننا وبعدين بعد كده ندفع فاتورة غالية جدا من صحتنا وشغلنا وقعدتنا ويعوق حركتنا وندفع فاتورة غالية جدا في دخول المستشفيات وفي العلاج وفي المضاعفات وخلاف كل ما قدرنا نشخص بدري نعالج بدري ونحافظ على الصحة كمان قبل ده كله بممارسات صحية سليمة فيش أي داعي النهاردة أن احنا ندمر صحتنا بكثير من الممارسات القاطئة وطبعا منها مثلا التدخين اللي بيقضي على حياة الناس وبيدمر حياتهم السمنة وعدم الحركة وعدم الممارسة أي نوع من التدريبات الرياضية أو الحركة طبعا بيدمر البني آدم وبيزود نسبة الأمراض فيه عدم تشخيص مرض زي السكر وضغط الدم والأمراض دي بتدمر البني آدم على المدى الطويل فكل ما أقبلت كل ما مارست حياة بطريقة صحيحة منذ البداية فأنت تحافظ على صحتك وتحافظ على هذا النظام بتدخل النظام لك كامل الحقوق أنت وأسرتك نظام طب الأسرة اللي تبناه التأمين الصحي الشامل بيتيح لكل الأسرة الحصول على هذه الخدمات وكل شيء متاح ومغطى من التأمين الصحي الشامل في النطاق التغطية الفرص كلها متاحة المحافظات بتدخل بالتدريج في منظومة التأمين الصحي المستقبل يعني أنا واثق أن بكل الإخلاص وبكل العمل المدني اللي بتبزله كل الأعضاء المنظومة الصحة والتأمين الصحي والقيادات وفي كل القطاعات الحقيقة أنا واثق أن إحنا حنكون قادرين إن شاء الله أن إحنا نكون على قدر المسئولية ونحقق هذا الهدف ولا مجالة للججوع فيه ولا مجال للتهاوم فيه وأنا متفائل أن المستقبل يحمل لنا أفضل ما لديه في هذا المجال اشتركوا في القناة